السويد وفنلندا يتعهدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية في مذكرة ثلاثية أبرمت بين البلدان الثلاثة وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم بشأن عضوية البلدين الأخيرين في النيتو على هامش قمة الحلف في العاصمة الإسبانية في مدريد وجاء في المذكرة أن السويد وفنلندا تتعهدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة تنظيم بيكاكا الإرهابي وعدم توفير الدعم لتنظيمي بي واي دي و واي بي جي و جولن وتتعاهد فلندا والسويد بمنع أنشطة بيكاكا وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى والأفراد المرتبطين بها وأعربت المذكرة عن إدانة السويد وفلندا بشكل واضح وصريح لكافة هجمات التنظيم الإرهابية ضد تركيا وأكدت على أن النيتو هو حلف يقوم على أساس الدفاع والأمن المشترك مضيفة أن تركيا والسويد وفلندا تلتزم بالمبادئ والقيم المذكورة في معاهدة واشنطن للحلف وأوضحت أن أهم عناصر التحالف هو التضامن والتعاون التام في مكافحة شتى عن أشكال ومظاهر الإرهاب الذي يشكل تهديدا مباشرا على السلم والاستقرار الدوليين والأمن القومي للدول الأعضاء وأغذفت المذكرة أن السويد وفلندا العضوين المرشحين في الحلف يتعهدان بالتعاون التام مع تركيا في مواجهة كافة تهديدات التي تستهدف أمنها القومي وأشارت إلى أن تركيا بدورها تعلن دعمها التام للسويد وفلندا في مواجهة التهديدات التي تطال أمنهم القومي وأعرب البلدان المرشحان عن إدانتهما بشكل واضح وصريح لكافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا وتضامنهما مع أنقرة ومع ذوي الضحايا وأكد البلدان على اعتبار بك كان تنظيما إرهابيا محظورا وتعهد بمنع أنشطته وأنشطة جميع المنظمات الإرهابية الأخرى والأفراد المرتبطين بها ولفتت المذكرة إلى أن فلندا والسويد تتعهدان بالتعامل بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا ووفقا للمذكرة ستبدأ السويد وفلندا بالتحقيق في أنشطة جمع الأموال وتجنيد المقاتلين لصالح تنظيم بيكاكا وكافة امتداداته وستمنعان تلك الأنشطة اشتركوا في القناة